أعلنت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنصق الوزري مبعوض مؤتمر المناخ كوب 27 أعلنت نتائج خطة الاستدامة للمؤتمر وذلك في جلسة الاستدامة ضمن فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر المنعقد بمدينة شرم الشيخ وأكدت وزيرة البيئة أن تحقيق الاستدامة يقع ضمن التزامات الدولة المضيفة للمؤتمر تبعا لاتفاقية الاستضافة معربة عن فخرها بعرض الرئاسة المصرية للمؤتمر لما نجحت في إنجازه من الإجراءات المتفق عليها مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في خطة الاستدامة التي تم إعدادها من خلال عملية تشاركية وتشاورية وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر قدمت قصة ملهمة في القدرة على تحويل شرم الشيخ إلى مدينة مستدامة لتصبح نموذجا حيا يعيشه رواد المؤتمر ليتغن بها في مختلف المحافل